وقد قال مدير عام حماية البيئة بالشاركة المهندس سعد بدير أن قال أن مؤتمر اليوم هو اجتماع تشوري مع المسؤولين لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لخط غاز تدعيم المنطقة الوسطى في المحافظة المؤتمر النهاردة هو عبارة عن خطوة أساسية لاستخراج تقارير كامل لإدارة الأثر البيئي دراسة الأثر البيئي لمشروع إمداد منطقة وسط بالغاز بهدف تزويد محطة كهرباء غرب القاهرة بالغاز الطبيعي اجتماع اللي بيسموه public consultation أو اللي هو بنسأل في الناس المعنية والوزارات والهيئات حتى الهيئات المدنية والجامعيات المدنية أن احنا بنسألهم إذا كان البروجيكت ده المشروع ده له تأثير سلبي عليهم ولا لا بغدف أن احنا نتلافى السلبيات دي أو نشوف لها حلول